كلميني شوية عن المشاكل اللي ممكن تتسبب فيها العلاقات العطفية الغلط ومفيش حد ما وقعش في علاقة عطفية خطئة أو مفيش حد ما مرش بتجربة زي دي إنك اخترتي غلط إنك مرتي بتجربة سيئة إنك تكوني يعني دفعتي تمن حاجات أنت ما عملتهاش وأحياناً بيبقى الشريك أو الشريكة دول هم عندهم تجربة تانية فبيطلعوا فيكي بقى المشاكل اللي مروا بيها كلميني شوية عن خطورة الاختصار الخاطئ في التجربة العطفية بسي هقولك على حاجة كان دايماً عندي دكتورة وقت الماجستير تقول لنا إن العلاقات العطفية بتبروز أي مشكلة ممكن حد تلاقيها عايشة طول حياتها أو عايش طول حياته ومعندوش مشكلات نفسية أول ما يرتبط تلاقي مشكلات طلعت هي مش سببها العلاقة العطفية ولكن وجود علاقة عطفية رومانسية ما بين ميل وفي ميل بتبروز أي مشكلة لإن هي بتنضح في العلاقة أي مشكلة كانت مع الأب والأم أي مشكلة كانت في الطفولة أي مشكلة كانت خوف أو حاجز نفسي أو مشكلة في الإجتماعية أو شعور بالنقص النقص في أي حاجة نقص مال حب جميع بتنضح في العلاقة دي نقص اجتماعية أين ما كانت أي شكل النقص اللي موجود بالزبط دي نقطة رقم واحد في التوعية في العلاقات العاطفية النقطة التانية ما ينفعش حد أنه هو يروح يرتبط غير لما يكون فاهم الأول هو شخصيته عاملة ازاي ومين البارتنر اللي يناسبه لأنه ممكن يكون شخص هو ممتاز بس لا يصلح أنه هو يكون شريك حياتي أو مش مناسب ليه بالضبط هو الواحده كويس وأنا الواحده كويسة بس ما ينفعش أنه نكون مع بعض هنا يكون فيه مشكلة فلازم الواحد يكون فاهم الأول طبعاً بس هو كلام ده جميل قوي بس مراية الحب عامية زي ما بيقولوا يعني إحنا برضو خلينا نقول أنه ما فيش حد فينا عرف يصنف ويفنط العلاقة اللي هو داخل عليها بالشكل العقلاني المرتب الأكاديمي اللي انت بتتكلمي بي يعني إحنا في الآخر برضو بنحب وكتلة من المشاعر وكتلة من الأحاسيس أنا معاكي إن إحنا لازم نعمل اللي انت بتقوليه بس مين فينا عرف يعمل اللي انت بتقولي عليه ده على الأقل في بداية علاقاته العاطفية أو على الأقل في الأول أسألك سؤال الحب قرار ولا اختيار لا هما الاتنين الحقيقة يعني أنا من وجهة نظري الاتنين قرار واختيار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر